موسيقى مشاركة يا رب في كل مكان أصعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من حلقة برنامجك وبرنامج روشيت قبل ما نبدأ موضوع حلقة النهاردة هو من المواضيع الشائعة والمنتشرة واللي بتسبب أثار نفسية سلبية عند الشخص المصاب بيها مش بس عند الولد والبنت بكون أثارها النفسية أكبر عند البنت مرض البهاق وهو من الأمراض المنتشرة اللي تأثيرها النفسي أكبر بكتير جدا من تأثيرها العضوي ونسبة التنمر ونسبة الألام النفسية اللي بيحصدها هذا الشخص بتقلل ثقة بنفسه وثقة في التعامل مع الآخرين وقدرته على التواصل مع الناس وببعض الأحيان كره لأنه ينزل الشارع أو يتعامل مع الآخرين موضوع من أكثر الموضوع الشائعة هننقشه في حلقة اليوم من حلقات برنامج روشيت لكن قبل ما ندخل فيه تفاصيل هذا المرض وكيف نتعامل معه وكيف نعالجه وهل له علاج أثمن ولا لأ وهل هو له عوامل وراثية أم عوامل طبية عندنا بعض الأخبار اللي دايما نقول أنه مصر صاحبة الريادة في كل المحافل والمناسبات بشكل عام وأنه سلامة مصر وصحة مصر وقيادة مصر طول ما هي موجودة وبصحة وبسلامة وبعافية فأنا بقول لكم أنه مصر هي القادرة وهي المسيطرة وهي المهيمنة وهي الميزان اللي أنت تقدر من خلاله تزبط موازين كتير قوي دايما نقول أنه مصر أم الدنيا مش كلام احنا بنقوله خلاص ده بيظهر في تصرفات مصر بيظهر في مواقف مصر مع كل الدول العربية الشقيقة في كل مواقفها فكرة ناشجب ونودين وبعض التصريحات هذه أيضا يعني أمور جيدة ولها صدى وخاصة إذا خرجت من مصر لكن لما يكون في الفترة الأخيرة في ضرب الكيان السهيوني المحتل الغاشم ليه فلسطين بهذه القوة الغاشمة التي لا داعي لها غير فكرة الصهيانة عايزيني صهيينه كل شبر في فلسطين المحتلة اللي إن شاء الله بإذن الله هيبقى هيجي يوم من الأيام وتعود فلسطين لأصحاب الأرض ويظل الكيان السهيوني مع كل المصاريف وكل الأموال اللي بتصرف المصاريف الباهزة عشان الناس تحب الإسرائيليين أو تتعاطف معاهم في أي لحظة تمس كرامة وسلامة الشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية نكد تحالف قوي جدا من الشعوب تجاه القضية الفلسطينية اللي بتلمس قلب كل واحد مصري بتلمس قلب كل واحد عربي كل واحد فينا بيجري في دمه العروبة بيجري أيضا في دمه فلسطين والقدس المحتل وطول الوقت في يعني قدام عينينا كده عارفين إن إسرائيل كيان سهيوني مختصب للأرض يقتل النساء والأطفال لا عهد له ولا دين له ولا معاهدات ولا أي شيء هو كيان يهودي سهيوني يتعامل بكل جبروت مع شعب أعزل لا يمتلك السلاح إن شاء الله عن قريب بإذن الله بإذن الله نتمنى إنه مش بس تحل الأزمة الفلسطينية ويتوقف ضرب النار أو إطلاق الصواريخ أو الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مش بس كده إن شاء الله الكيان السهيوني يزال بشكل يجعل كل عربي فخور ببلده مصر في الفترة الأخيرة هيئة الإسعاف المصرية عملت شيء جاي جدا وهي أنها سخرت كل الإمكانيات لاستقبال مصابي فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي سابقة ما كانتش بتحصل قبل كده كتير ولكن حدوثها في التوئيد ده هي رسالة من الرئيس المصري ومن الشعب المصري إنه سنقف دائما بجوار أهلنا في غزة إنه ما يمسهم من آلم يمس كل واحد مصري وكل واحد عربي ومش بس كده توجيه شديد اللهجة لإسرائيليين إنه العربات الإسعاف المصرية اللي هتدخل غزة أو اللي دخلت غزة تعامل معاملة العربيات الحربية للجيش المصري وأي اعتداء عليها يعتبر بمثابة اعتداء على الجيش المصري وده رسالة فيها من القوة ومن الشموخ من قولته وشموخ الشعب المصري لإسرائيل إنه إياكم إن انتوا تقربوا من أي حاجة أصل صاروخ الدرب بالغلط ما تدربش بالغلط الكلام ده كله لن يقبل أبدا وزارة الصحة المصرية كمان أعلنت عن 165 سيارة إسعاف مجهزة لدعم مصابي فلسطين تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان عايز أقول لكم بعض الأخبار عن فيروس كورونا إنه تم تسجيل 1200 واحد إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة وخروج 901 شخص متعافي من فيروس كورونا من بارح كنت بتكلم مع دكتور سامير عنطر وهو مدير مستشفيات بابا الحميات سابقاً وقلنا إنه ارتفاع نسبة الإصابة اللي احنا شايفينها مرتفعة هي تكاد تكون نسبة مش كبيرة والمهم نسبة الوفيات بتقل واحدة واحدة وإنه في خلال الأسبوعين ثلاثة القادمين إن شاء الله بإذن الله تقل لكيرف الوفيات بشكل كبير جداً وكمان يقل لكيرف الوفيات مواكباً للتغيرات اللي بتحصل في الإصابة بفيروس كورونا إحنا عندنا الحكومة خصصت من صندوق تاحية مصر اللي كان في ناس كتير بتتكلم عنه قبل كده إنه صندوق تاحية مصر سيتولى جميع المساهمات المختلفة لشراء لقاحات فيروس كورونا أو كوفيت 19 وزارة الصحة المصرية قالت إنه تم وصول واحد وتسعة مليون جرعة لقاح من كوفاكس وده لقاح فيروس كورونا ومليوني جرعة من لقاح سينوفاك وده اللقاح اللي بيساعد وبيساهم فيه تقليل الخطر لإصابة بفيروس كورونا وبؤكد هنا إنه اللقاح موجود فيه أكتر من مكان في جمهورية مصر العهدية تقدر تسجل اسمك أو بياناتك على اللينكات المختلفة سواء للمحافظات أو على مستوى الجمهورية فيه أولويات لأصحاب الأبراد المزمنة العاملين بالمجال الطبي ودلوقتي بدأ في أكتر من مكان الناس كلها بدأت تحصل على هذا اللقاح للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا أو من مضاعفات هذا الفيروس الحكومة المصرية بالتنصيق مع المسؤولين لتصنيع لقاح فيروس كورونا إن شاء الله بإذن الله في مصر هيتم الفترة المقبلة تصنيع هذا الفيروس وقدنا قلنا إنه المصل واللقاح إن شاء الله بإذن الله هتنتج أكتر من 2 مليون مصل لفيروس كورونا في الأيام المقبلة مصر كانت من أوائل الدول اللي كانت بادرت في توظيف عدد كبير جدا من الباحثين والعلماء للبحث عن أمصال لفيروس كورونا ونشر هذه الأبحاث وهذه الوسائق العلمية والأبحاث العلمية والبيبرس فيه أكتر من مكان عشان تظل مصر هي أم الدنيا تظل مصر هي القائدة والريادة في ظل الأزمات اللي بتمر بيها أي دولة أو أي دولة عربية على وجه الخصوص بؤكد فيه إنه دعمنا كل الدعم من مصر لأهلنا في غزة كل الدعم من كل وطني مخلص مصري عربي أي أن كان بقى ديانته إيه يدعم كل مصابي وكل أهلنا في فلسطين المحتاجة زنب كل الأطفال اللي تم قتلوهم والأمهات اللي أولادهم استشهدوا والزوجات اللي ترملوا وأزواجهم استشهدوا وزنب كل حد هو زنب للمجتمع الدولي اللي بيقف في موقف لا في حياد ولا في ديمقراطية ولا في معاهدات سلام ولا في أي شيء ليثبت للعالم إنه كل هذه أقاويل وكل هذه مصطلحات أنا أرى من وجهة نظري إن هي مجرد كلمات وتفعل إسرائيل كل ما يحلو لها بفلسطين العزة بفلسطين المحتلة إن شاء الله بإذن الله واللي إحنا شايفين إنه مع ضعف إمكانيات الفصائل المقاومة الفلسطينية ولكنهم أثبتوا فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ونظام دفاع السواريخ وما إلى ذلك زي ما المصريين سابقا حتى مقطف برليف اللي هم قالوا إنه يعني خط برليف الحصين ما حدش يقدر يعديه ولكن بسواعد وبواسل جنودنا المصريين تم تحطيم إن شاء الله بإذن الله يتم تحطيم هذه القبة الحديدية وسواريخ تعدي وتنهش في فلسطين المحتلة ما بين قصين الأماكن المتواجد فيها الإسرائيليين لإني لست معترف إن أنا أقول تل أبيب هذا مصطلح حديث لا أعرفه ولكن هم بيحاولوا يروجوا إلى إنهم تل أبيب وإسرائيل وما إلى ذلك لست معترفا بكل ما يقال وكل ما دفوا وكل ما زوروا في التاريخ يظل التاريخ تاريخ تظل إسرائيل لا وجود لها على الخريطة وتظل فلسطين هي فلسطين المحتلة وأي شيء محتل زادت مدة احتلاله أو قلت ولكن سيأتي يوم من الأيام سيطرد الكيام السهيوني الغاصب وسيعاملوا كما ينبغي أن نعاملهم من قبل مشردين مشتتين لا وطن لهم لا انتماء لهم لا يعترفوا بأي شيء وهذا من قديم حتى من أيام الأنبياء والرسل لما كانوا يعني بيجدوا في أي شيء وفي كل شيء زي ما قلت لكم إن شاء الله بإذن الله إنه الفقرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنكلم فيها عن مرض من الأمراض الأكثر من شرم وهو البهاء وهيكون معي الدكتورة شيرين وفي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر إن شاء الله بإذن الله نروح لفاصل ونعود مرة أخرى مع الدكتورة شيرين ستكمل هذا الموضوع ويرجع أعمالكم مرة تانية ومكملين معاكم في برنامج كوبرنامج جورشد زي ما قلت لكم نهارده عن البهاء وهو من الأمراض الجلدية الأكثر انتشاراً اللي بتؤثر تأثير مش بس نفسي تأثير نفسي شديد جداً على الشخص المصاب بهذا المرض لأنه في بعض الأحيان ما بيكونش عندنا الثقافة وكيف نتعامل مع هذا المرض من البداية وبالتالي في بعض الأحيان النقص الثقافة أو التوعية أو الوعي بهذا المرض بيعمل بعض المشاكل النفسية والعضوية لدى الشخص نهارده أقوم معايا دكتورة شيرين وفيئة الشارق الجلدية والتجميل والليزر بمستشفى أرحوض المرسول دكتورة شبين أهلاً بك أهلاً بحضرتك نورني كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة نحن نتكلم عن البهاء وهو من الأمراض زي ما قلنا اللي بتؤثر تأثير نفسي سلبي في البداية كده ما هو مرض البهاء مرض البهاء ده مرض بيبقى مناعي بيبقى فيه خلل في جهاز المناعة هو إحنا عارفين أن جهاز المناعة دايماً بيهاجم المكروبات والبكتيريا وكده هو بيحصل فيه خلل هو بيهاجم الخلايا السبغية بتاعت الجلد في أماكن معينة ممكن في أماكن صغيرة أو أماكن متفرقة من الجسم بس هو يعتبر خلل في جهاز المناعة بيظهر على المريض في صورة بقع بيتا يعني أحياناً تظهر في إيده تظهر في رأبته تظهر في وشه تظهر في أي مكان في الجسم طيب هل المرض ده له يعني يعني عوامل وراسية ولا هو ممكن ينتقل من شخص إلى آخر يعني إيه الأسباب اللي بتصيب بالشخص اللي تخليه صاب بهذا المرض بص هو حكاية أنه هو يبقى وراس أو كده يعني دي علمياً مش مثبتة قوي بس هما بيقولوا أنه في 15% من الحالات ممكن يكون لها شق كده يعني 50% من الحالات أصلاً الدفاكت اللي عيب بيبقى موجودة على دي إن إيه بتاعة الشخص هي بتبقى موجودة بس وممكن تبقى موجودة لغاية سن معين بتظهر نتيجة سترس سترس بقى قلق سترس نفسي ضغط عضوي يعني بتحصل وممكن تظهر دي بالمناسبة دي يا دكتور أنه في بعض الأشخاص بسبب الضغط النفسي بتظهر علي البقع دي بعض الأحيان ما بتشلش يعني بتفضل موجودة لفترة كبيرة جداً يعني الضغط النفسي من الممكن أنه يسبب خلل يوصلك وبيعمل تريجرينج للحاجة اللي موجودة في دي إن إيه في المناعة بتأثر فيها فممكن يفضل موجودة بيخليها بتطلع على طول أنا النهاردة تشاف المرض في بدايته ممكن يبقى فيه طرق للعلاج بتاعته وإنه دايماً عارفين أنه بعض الأمراض الجلدية بيبقى فيها شبه من بعض يعني ممكن التشخيص بتاعها يقوم متقارب بالنسبة للناس اللي مش قطباء يقول لك بص ده ده شوية بس حاجة كده وهتروح مع الوقت عطلها أي مرهم وهتبقى كويسة وزي الفل إذا يقدر النهاردة شخص إذا كان ده بهاق ولا أي مشكلة أو أي مرض جلدي تقني طبعاً هو الدكتور الجلدية هو ألا بيشخص أكيد طبعاً لأ أنا بكلم إنه إن الناس وقعدة مع بعض كده ممكن يظهر حاجة فيقول لك لا بص دي بس دي حاجة كده بسيط مو أنا يعني بصه مش المفروض إن أنا وإنا قعدة حد يبصه أكيد طبعاً مفترض الكلام ده بيعمل بلبلة جامدة جداً عند المريض والأسف الحالة النفسية بتاعته بتسوق لما بيحس إن الناس اللي حواليه واخد باله واخدين بالهم إن فيه دفاكت عنده هو إحنا عندنا جهاز في الجلدية اسمه ووتس لايت ده جهاز بسيط جداً ورخص خالص بمجرد ما نعمل أبليكيشن للجهاز على الجلد بنقدر نفرق إذا كان ده مهاء ولا تانية ملونة اللي هي البيضاء يعني أو حاجة تانية اسمها مورفيا يعني أي كان بنقدر نشخص بشكل سليم بنقدر نشخص ونحدد التشخيص بتاعنا بالزبط نتيجة التشخيص ونتيجة الهيستوري اللي باخده من العيان بتاعي أو الحالة بتاعتي بقدر أعرف الحالة دي لسه ريسنت يعني لسه حديثة ولا بقاله كتير وخد علاج إيه التاريخ المرضي مهم جداً لي أنا كدكتور عشان أعرف أنا أعالج إزاي هو أهم حاجة إن أنا وأنا بعالج لازم أعرف الحالة دي متقدمة يعني في البروجرس بتاعها عالي يعني أسأله مثلاً دي بقالها قد إيه كبرة سبتة ولا لأ طبعاً هو لما بيبقى المرض نفسه أكتف بيبقى المساحة عملة تزيد من وقت للتاني في وقت قصير كويس أهم حاجة عندي إن أنا لما أعرف نقطة زي كده إن أنا أعمل استابلتي للحالة يعني ما خليش الموضوع يكبر أو يوسع ده أهم حاجة استابلتي إن أنا أوقف الحالة لغاية الجريد اللي هي موجودة بحيث إن أنا أبجريد بقى وأبتدي أعالج عشان يبقى فيه علاج ويبقى فيه نتيجة كويس لو الحالة سابتة بقى لها سنين بقى خلص بقى بغير سيستم العلاق خالص يعني عارف تشخيص بتاع العلاق هو اللي بيعمل للدكتور البلان بتاعته بيدي إيه وبيعمل إيه ويبطل كنيسة أهم حاجة يا دكتورة في الموضوع كله هو التشخيص مش بقى كده التشخيص المبكر للمشكلة يعني ما تتأخرش يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وشهر واثنين وثلاثة حد ما تروح في مرحلة إنه العلاج بيكون ممكن يبقى صعب أو العلاج يبقى مكسف أو تاخد فترة أطول يعني مجرد ما تحس إن فيه خلل معين فيه ممكن العلاج يبقى لما الحالة تبقى بسيطة العلاج يبقى بسيط خلاص ممكن ألجأ لشوية كريمات وعلاجات وممكن أصاعد شوية الحالة يعني بلس الكريمات والعلاجات ممكن أعمل حاجة اسمها ناروباند ألترافايلوت اللي هو أشعب نفسجية الحاجة الجهاز الحديث اللي طالع دلوقتي ليزر اسمه إجزايما ليزر ده ليزر عن طريق ألترافايلوت برضو ده موست ريسنت والميزة اللي فيه إن الناروباند اللي لما كنا بنعالك به المريض بتاعي هي زي قوضة أو وحدة يعني لومد خلينا نقول أولا إضاءة كده ما بتقدرش تتحط لوكل على المكان لو في حتة إنما الحقيقة الإجزايما ليزر التطور بتاعه إنه هو ليزر دي رقم واحد نمبر تو إنه هو لوكالايز يعني ممكن أحطه على حتة هنا على حتة هنا فأولا تحدد المكان أكتر أكتر أوي وبناخد من حوالي مثلا من 10 إلى 15 جلسة بنبتدي على حاجات بسيطة طبعا الدكتور هو بقى ما عنده جهازة هو اللي بيبدأ إنه هو يحدد ويعمل فلان لي وسكتجول للبيشنت وبيجيله وبيتابع بكريمات كويس يعني هل في حد ممكن يبقى عنده هذه الإصابة بهذا المرض ممكن في فترة من الوقت معين فعلا الموضوع ده يعالج بشكل كامل ممكن بس مع مراعاة إزالة الأسباب اللي ممكن تعمل تريجرينج لحاجة زي جدا يعني اللي هو كل الناس عايشة فيه أولا ممكن مع العلاج البيشنت بتاعي أو العين بتاعي يريسبوند ويبقى كويس خالص بس بعد كده ممكن لو رجع لنفس الحالة نفس الضغط النفسي حيرد تاني ده أكيد طب دقاءة يا دكتورة إذا كان الإصابة نفسها بسبب وجود مشكلة نفسية طب إذا كانت الإصابة بدون أي ضغط نفسي وهي وجد إنه تولد أو تولدت البنت وبدأ ينتشر في أماكن متفحرقة من جسمها نفس العلاج هنا أم لا بيختلف لا ما إحنا قلنا الحالة لو استيبت لها سيستم تاني لو أكتف يعني أمل بيكبر وبيزيد بيانشط لا لسه قصة تانية خالص يعني بص نحن ناخد هنا وهنا لو بيانشط لو بيانشط لازم أديله جرعات معينة مكسفة من الكورتيزون عشان أعمل لميتيشن أنا متخافة من الكورتيزون ما هو بص في حاجة الكورتيزون طبعا ليه طرق معينة يا إما حط كريم يا إما حاجات أورال ليه دكتور أنا بطرح دا أنا بطرح دا إن المشاهد هو بيتفرج إيه دا كورتيزون يبدأ يقلق بحنا على فكرة كلنا عندنا يسواس اللي هو إن الكورتيزون دا مضر بس خلينا نقول أنا لو هبتدي مثلا كورتيزون ما هو أنا ليه جرعات معينة ببتدي بيها كويس وليه لمتيش ليه حدود لمة معين بتحرك فيه من خلال الجرعات وبعدين أنا بدي للعين فرصة إن هو يتجاوش يعني يتجاوب واشوف رد الفعل مثلا أتابع أنا مش هديه فور لايف أنا مش هديه كورتيزون فور لايف خلاص وممكن لما بدي جرعة معينة ممكن بعد فترة معينة وأنا بسحب الكورتيزون ودي أهم خطوة في علاج الكورتيزون في أي مرض مش بس البواء وأنا بسحبه أسحبه تدريجي لأننا لو وقفته مرة واحدة بعد ما قدهله فترة طويلة ممكن يحصل مشاكل هي هنا فيه تركات معينة في العلاج كل دكتور بيبقى عارف الحالة بتاعته تشخصها طرق العلاج السيستم بيتابع ويفولو ويشوف هو هيدي جرعات قد إيه هيدي مثلا كريمات ومعها علاج الكورتيزون بالبق أو حقا أو كده البرتوكول العلاجي من عيان لعيان بيختلف وده اللي بيساعد فيه إنو الحالة تبقى ستيبل تبقى مستقرة الموضوع ما ينتشرش طريقة العلاج تكون أفضل وأحسن لكن خلاني يا دكتورة قبل ما نكمل خلاني أخذ صوت تلفوني يا مسايد أهلا بيك يا مسايد نعم أهلا بيك اتفضلي أكلم الدكتورة قدرداد الدكتورة مع حركة فضلي أهلا بيك أستأذنك يا أمو سايد تغطي صوت التلفزيون وتسمعين من التلفون دكتورة أنا بجي تستهد على طول أحكي في جراعاتي وفي طفل لما يجي السايد ممكن تختفي لوحده يعني هو فيه حكة بس مش حكة ومعها أي طفح حكة بس طيب بصي هو تلاتبع الأمراض الجلدية بيبقى مصحوبة بحكة يا مسايد معنا عندي بنتي برضو حبوب جمدة في الشهر جمدة يعني حبوب هي حب شباب يعني ولا حبوب إيه؟ حب شباب أكيد حب شباب خلينا نتكلم عن حضرتك أي سفسار تاني يا مسايد نعم أي سفسار تاني والله خليت شكرا شكرا جدا لإصالك يا مسايد اسمعيني كويس فيه ناس كتير قوي عندهم حاجة اسمها أكزيما خلاص الأكزيما بتيجي من الجفاف في الشتاء والناس دي أصلا بيبقى عندها من وهي صغيرة وهي صغيرة بيبقى عندهم حاجة اسمها أتوبيك درماطايتس اللي هو تحسس خلاص تأتوبي كويس هي بتبقى عارفة هي بتبقى عارفة من وهي صغيرة شهر كذا وشهر كذا يعني هي متابعة أي عشرة وحداشر عارفة وهي صغيرة كان عندها الأتوبيك درماطايتس دي بتبقى موجودة في الأطفال وخصوصا اللي بيردعو بيبقى على الوش وبيبقى في الثانيات كويس خلاص وبتبقى أكتر بتزيد في الشتاء كويس لما مع الكبر في السن بتتحاول لإيجزما برضو بتزيد في الشتاء كويس الحل إيه قوانا نشرب ماء كتير على قد ما نقدر نحط مرتبات مرتبات تحتوي على مادة فعالة ممكن تبقية عشان بس تجيبها من الصفادة مش عايزة أقول مادة فعالة مش اسم دوة أو مادة فعالة ممكن إيه مواد الفعالة ممكن اللي تجيبها لو متاح أو هي ممكن تسيبلينا رقم تليفونها هي المادة أنا مش هقول اسمها حاجة بتحسن البريار بتاع الجلد كويس فلما في مادة معينة بتنقص في الجلد في الناس اللي عندهم إجزيم أو أطوبة درماطايتس كويس في كريمات معينة بتعود المادة دي وبتعمل زي طبقة تغل في الجلد تدي له نداوة وفي نفس الوقت تشرب مياه كتير عشان ما تتعرضش للجفاف وتضطر من الجفاف بتخرش كويس ده في شهر عشر وعشر اللي هي بتشرب فيهم درموش بقى نحو ما بنشربش مياه كتير وكده بنتها 19 سنة عندها حب شباب كتير وده تقريبا معظم السن في السن ده بيبقى حب الشباب منتشر طيب خلينا نقول 19 سنة دايما بيبقى في الفترة دي في حاجة اسمها هرمونا فترة الهرمونات مش ستيبر في ناس بشرتها بتبقى دهنية وكيبابل إن مع البشرة الدهنية يحصل لها حب شباب طيب نعمل إيه واحد نروح للدكتور ده أول حاجة لازم يعني ده أول طريقة خلي بالك أنا عندي هستوري إن مامتها فيها مشكلة في جلدها فأنا لما يكون عندي طفل كده أو حد كده من التين إيج اللي هو السن ده أروح بيه الدكتور على طول عشان أنا ما اضطرش أسكت وبعد ما أسكت يبقى مع الحبوب فيه ندبات وهيبقى العلاج بقى وحفر وعلاج بالليزر وكلمات وقصة طويلة هخش في دايلما أنا مش قدها لما الدين ولا معنوين لأن من دين بتاخد وقت طويل ومكلفة كمان والبنات كمان خصوصا البنات والله والولاد كمان في السن ده بيبقوا مكسوفين أنا وشوهم جدا إنه وشوهم في حبوب فإحنا كل ما نبتدي يعني بدري كل ما يكون أحسن ما يسيب ليش ندبات وفي نفس الوقت أحسن طبعا في السن ده بلاش بقى الدهنيات الكتير والمقليات والفاصطفود والوضبات السريعة والسوداني والمكسرات والشطة والحادر والبابسي والشوكولت والجنك فود اللي هما الكنتاكي والحاجات اللي هي المقليات والدهون اللي هي فيها حاجات دهون مشبعة كل ده بيزود لي الدهون بتاعت البشرة وأنا أصلا بشرتي دهنية لأنها غالبا هي بشرتك دهنية طيب خلنا نقصو التلفوني أسامة أهلا بيك أهلا بيك فضل لو سمحت فضل أهلا بيك أنا سمحت أنا أتكلم الدكتورة عندي أمراضي أوكي تفضل فضل ما هيك الدكتورة تفضل لو سمحت يا دكتورة أنا عندي أمراض جلدية في ضهري ورجلي إيهي الأمراض الجلدية اللي موجودة عند حضرتك اللي عند حضرتي طبو أنا صغير كان بيطلع بقلي بتعب مي وبتصف في الوحدي وبيحس كيف ما كان أصارك بغد الوقتي وبتزيد في ضهرك بس ولا في ضهرك وفي الشك في ضهري وفي رجلي أوكي طيب بص بعد إذنك إحنا لازم نتتوجه للطبيب ولاعمل فحوصات إنت عملت أي فحص طيب يا سوسية ما كشفت حد قالك ده ممكن يبقى إيه دي وقالولي أمراض جلدية بس الدم أمراض جلدية أي لازم تعمل تحاليل أمراض جلدية بقالولي بس الدم الدم يعني الدم فيها مشكلة أوكي إحنا لازم بعد إذنك لازم نروح لدكتور المتخصص هيطلب منك تحاليل معينة وهيتابع مع حضرتك عشان يقدر يشخص لكن أنا عشان أشخص كده وحضرتك يعني كده لازم تحاليل معينة طيب أسوسية ما استأذن حالك بتسيب لينا رقمك وإحنا نتواصل معاك بعد الحلقة ونشوف ممكن نساعد حضرتك إزاي في الفحصات اللي أنت ممكن تعملها لعلاج هذه المشكلة شكرا نتصالك يا سوسية نرجع مرة تانية وإنا منتكلم عن الطريقة من طرق العلاجات بالكورتزون للناس اللي عندها مشاكل وبينشط فيها البهات بس خليني قبل ما أروح للجزئية دي أنا شايف أنه بعض الناس وهروح لحتة نفسية شوية التأثير النفسي لصاحب هذه المشكلة طول ما هي موجودة بيأثر على حياته جملة وتفصيلة طبعا طبعا كيف يتعامل هو مع نفسه وكيف يتعامل الآخرين مع الشخص المصاب بهذه المشكلة بص أولا أنا عايزة المريض بتاعي يبقى هو هادي عايزة أعمل توعية وده دورنا إحنا في الميديا المرضي البهاء يا جماعة مش مرض معدي مش مرض مخيف ما هو أعرف هو مشكلته إيه اللون بس اللي بيسيبه غير كده هو ما عندهش أي أمراض ما عندهش أمراض عضوية من جوه فهو حاجة ذري سيب يعني ما فيش هو لون بس لازم الشعب يعني لازم الناس يبقى عندها توعية دي حد شعر السود وشعر عبيض يعني نفس السل بكرة لازم تفهم من هو يعني ما تعملوش معاملة أنا مريض البهاء بيبقى حساس جدا جدا أول ما بي مثلا لو الإصابة في حتة معروفة أو موجودة أو في وشه مش عايزة أقول لك كمية الاكتئاب اللي بتبقى عنده مش عايزة يتصور مش عايزة حد يشوفه وفيه بنات كتير قوي يعني ما بترداش تتجوز لا هم حتى كمان لو هم عايزين يتجوزوا الأسرة اللي بتيجي تتقدم للبنت للأسف رد فعلها ممكن رد فعلها ممكن يدايقها أكتر ممكن يقول له يا بنت كويسة كل حاجة بس يعني أهو عايزة أقول لك أنا خايف يطلع أهو مش معدي ومش وراسي يعني حتى اللي عايزة يجي تجوز ما يخافش يعني مش معدي ومش وراسي يعني عادي ممكن يبقى عندها ولكن ممكن تلاقي الأطفال ما عندهمش بعد كده لا خاص أي مشكلة طب خلينا ناخد صوت الفوني يا سيد العصام أهلا بيك أهلا بيك فضل أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك كنت توجهت مرة أهلا بيك أكتشافت كمات جددية عندي فطريات بين الأصفال دا أصبع القدمين أه تامين فالدكتور قالت لي أن الفطريات دية هتستمر فطرة طويلة و بالتالي يدرني علاج بس العلاج ما جابش أي نتيجة خالص أهلا بيك في سكر يا فاندر عند حضرتك لا لا أهلا بيك فى أي سبسار تانية يا سيد العصام أه حضرتك عندي برضو فروة الراس هي تساقط عندي حضرتك ايه فروة الراس فروة الراس اه تساقط الشعر وفي ألم فروة الراس يعني ممكن أنني مثلا أضغط على فروة راسي بحيث أن هي ايه ممكن نتعلم يعني ممكن أنا لو بضغط بقي حاجة فى فروة راسي بتعلم فأرضو فشافت مال عند دكتورة مجلدية فقال لي دي إيش رسعت الجيل برضو أداني عليك بس ما جابتش اي نتيجة ما جابش اي نتيجة فى ناس بتتوجه للطبيب وبيديها عليك بس ما بتتبعش الطرق العادية السليمة ان انا ما خليش الموضوع ده يتفقم عندي او اخلي ادي فرصة ان الألاج يجيب نتيجة يعني هو بيقولك تانية بين سوابع القدمين طبعا هو اكيد بيلبس حاجة مقفولة لليوم ما بيهويش الرجل خلاص لازم الشراب يبقى قطن الشراب يبقى قطن رياضي اللي هو زي الفوتا انش قطن عادي لازم يبقى قطن رياضي زي الفوتا لازم يبقى لها فوتا مخصوص معينة أنشف بيها بعد ما أتودأ أو بعد ما استحمى وأعود بعد ما خلمص أي التلامس بمية إن أنا بشويش أفتح صوابع ما بين الصوابع وأنشف كويس خلاص؟ دي حاجات اللي هي السيمبل اللي هي تساعد بالحفاظ على الحفظ لازم تبقى يعني أتليست جلد طبيعي أو فيها تهوية ولما أجي على الشوز بتاعتي أهويها في مكان ولما أجي ألبسها أكون حطا لها باودر بتاع الفطريات باودر الفطريات عشان يقلل من من جوه الفطريات هنكمل بقى بقى الإجابة على السؤال والخاص بمشاكل فرق وطراس ولكن هنروح لفاصل ونواصل مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكو فقرة برنامجكو برنامج جروشيتا كان قبل الفاصل كان أستاذ عصام كان بيسأل يا دكتور عن أنه عنده إشرة في فروة الرأس وفي حق كمان في فروة الرأس طيب هو أنا فاكرة كويس أنه قال أنه عنده أفطريات من أصابة القاتل طيب هو خلينا نربط الاثنين ببعض أولا أنا سألته إذا كان سكر أو لا هو ألأة طبعا أنا أنصح أنه يعمل تحليل سكر صايم وفاطر لأما أنا هقولك على حاجة لما يكون عندي إصابة فطرية في المكانين فأنا لازم في الأول خالص أشوف ممكن يكون السكر هو بيخلي بيشجع الإصابة بتاعت الفطرية كويس عشان أستبعد لو ما فيه السكر طبعا لازم نقطة تانية في ناس طبعا ورجال أو ستات بيستخدم سبغات للشعر ومع موجود فروة رأس حساسة بيحصل فروة الرأس نفسها بتتهايك وبيحصل نوع من أنواع الحساسية فلو بيزبغ أو بيستخدم أي حاجة في ناس كمان بتحط جيل تعمل بيستايلينج لشعرها برضو ممكن تكون المادة بتاعت الجيل نفسها إيريتنت وبتعمل تهايج لفروة الرأس فكل ده نحطه في الاعتبار خلينا نقول إن ما فيش كل دول وخلينا نقول نقرن إن الإصابة بالفطريات مع إشرب فروة الرأس خلينا نقول يعني مستقومن لي إن هو عنده إصابة فطرية في فروة الرأس فهنمشي على شامبوهات ضد الإشرب ونوع معين من المس بنحطه على فروة الرأس رأس حساسية وبنستخدم العلاق ده لو قلنا شامبوه أربع مرات في الأسبوع مش هي وانس وخلاص أربع مرات في الأسبوع وبحط الرغوة على فروة الرأس من ربع ساعة ربع ساعة لتلت ساعة خلاص وبسيب الرغوة دي وبعدين بابتدي أشطف ده الكلام ده الشهر الأولين يعني لو قلنا يوم بعد يوم يعني هيبقى في روتين لشعره الأستاذ عصام هيمشي عليه عشان يتخلص من الإشرب الموجودة فروة الرأس وبعدين في ناس أنا مش عايزة الشهر الأوليني وبس ده أنا المفروض لأن الإشرب ترجع تاني أنا المفروض أن أنا بعد ما بخلص الشهر الأوليني اللي هو الكورس الكوندنسات كورس ده أبتدي في الشهر التاني أعمل إيه مثلا أنا بقول أربع مرات في الأسبوع يبقى مرات في الأسبوع المدة شهر تاني الشهر التالت مرة في الأسبوع بعد كده أخسل مرة كل شهر احتياطيات عقم بقى المشتبتاعي أو الفرشة بتاعتي ما خليش حد تاني يستخدم أو لو أنا واحدة ست المخدات اللي بنام عليها يعني أعقمها واخسلها وشمس حمية دي بعض التعليمات جل هي الحاجات الطب الروتين اللي هو المفترض لو مع العلاج أمشي كده أي حد عنده مشكلة فرقة الراس ممكن يمشي على هذا الروتين كنا منتكلم عن مرض البهاق وتأثيره النفسي على الأشخاص وقلنا إنه غير معضي وفي نفس الوقت ما تخافش لو أنت تجوزت أو أنت تجوزت حد بيعاني من هذا المرض إنه ابنك أو بنتك يكون فيه أو معرض للإصابة ده طب هل نقدر نكتشف إنه هل الطفل ده ممكن هيصاب بهذا المرض بدري ولا لأ يعني لما الطفل يتولد كده بص في حاجة اسمها دراسات حديثة حاجة اسمها دي إن إيه بقى ده حاجة بقى الكروموزوم يعني دي بقى اللي هو بس طبعا دي مكاليفة دي مكاليفة جدا ونحنش بعملها لكن لأ لما يتولد نقدر نلاحظ هل هو ممكن يبقى عنده الإصابة دي غير إن هو هيظهر عليه بوتش بيت أو بقع بيت طيس هتبقى عنده أنيه هتبقى في هتة أو يعني فيه ناس بقى فيه ملحوظة عايزة أقولها للأمهات كلها الأطفال اللي هي بتلبس بامبرز آه قبل ما نتكلم عن الأطفال اللي بتلبس بامبرز خلينا ناخد أم مصطفى أهلا بك يا أم مصطفى والسلام عليكم وعليكم السلام يا أم مصطفى تفضلي والله يخليك أتكلم الدكتورة اللي أصدقى الدكتورة مع حضرتك تفضلي ايه أنا وشي كده يعني كله قسود كده مش عارسة من إيه يعني ها وروح دي للدكتور وكان يديتني مرهم وتشام وكده ومعاملش حايا مرهم تفتيح يعني ولا يعني إيه يعني شفع كانت يعني الدكتور أو الدكتورة اللي روحتي شخص حضرتك إنه ده إيه وإدكي مرهم أم قالت لي أنه تعرضيت لحاجة سخنة وكده يعني للشمس والسرن أمري حضرتك كم سنة يا أم مصطفى أنا 65 65 ربنا يديك الصح يا أم مصطفى ربنا يا طول في أمري شكرا لاتصالك يا مصطفى كل سنة لأم أنتو طيب الدكتورة هترد على حاجة فضلي يا دكتورة طيب اللي عندها ده حاجة اسمها ملازمة أيوة دي للأسف من الحاجات السخيفة قوي اللي بتيجي للستات بيبقى فيه زي بطش كده ألوان في وشها وخصصا في الحتة اللي هي سان إكسبوزد لاتعرض لشمس هي بتلف كتير وكل ما يتروح لحد يديها أدوية ويديها علاج بس إحنا لازم نفهم المريض اللي زي كده إن أنت دي حالة ما بتخفش مع العلاج دي حالة عايزة روتين معين إيه هو بقى؟ أيوة كريم تفتيح كريم تفتيح أوكي؟ كويس وكريم مقاية للشمس في حالة إن هي تخرج للشمس أو إن هي تعمل أي نشاط؟ مش بس شمس لأ تعرض لحرارة يعني مطبخ مطبخ مطبخش ونحلف وشي تبقى الحلقة إلي عني الفرن مثلا الفرن يعني مش كل حاجة الهابوت على الفرن ده أفضح أطفي الفرن وبعدين أطلع الحاجة ما طلعش في مصايف في وقت الزروة خلاص أوكي؟ أنزل بعد الساعة 4-5 تكون الشمس الحمية بتاعتها قلت شوية إنما إلا أنا مش هبطل العمر كله كريم الشمس لأن كريم الشمس أنا بحط طبقة بغطي بيها الجلد عشان أحميه من الإضاءة أو من الحرارة أو من الدوق المباشر كويس ده تحطو قم مرة مثلا في اليوم؟ هو كريم الشمس فيه بقى يعني فيه روتين كده لازم لأن الناس تقولك أنا حطيته وما حصلش حاجة لا أولا يتحط قبل الشمس بربع ساعة ويتكرر كل ساعتين لو أنا لسه في شمس هو ده السؤال عشان بيتكرر كل الأدى إيه؟ أه ساعتين لأن الناس تحطه مرة وتفضل قاعد عليه ليوم كله لا وخلاص كده المادة اللي فيه مهما غلي مهما غلي تمنه المادة اللي فيه الإكسباير بتاعها بعد ساعتين خلاص بس شكرا فأنا هعمل إيه؟ مهما غلية المادة اللي أنا هحطه يبقى أنا قبل ما أنزل في شمس بربع ساعة بحطه وبعد ما يعدي ساعتين يبقى معايا في شنطتي أكرره تاني كويس بس حتى لو في البيت هتعمل نفس الوثين اه في حاجة بقى بالوقت يدق نيون اللي كلنا نجيبه عشان ده بيوفر للتقاهرة بقى للأسف ده كاينك قاعد في شمس ليه بقى؟ هو كده درجة الدوق بتاعته درجة الدوق نفس اه كاينك قاعد في شمس فإحنا نعمل إيه؟ مش هقولك إقلب الأضواء كلها اللي هو اللمبة الحمراء لا المكان اللي بتاعت فيه في الست ايه؟ المطبخ والليفنج كويس خلاص يبقى تخلي المكانين دول تعمل سويتش يعني طول ما هي موجودة في المطبخ أو في الليفنج تعمل الإضاءة الحمراء بتاعت الزمان دي سيف خالص على الجلد أمنى جدا ما فاشي أي مشكلة أول ما هي تخرج من المكان اللي داخل المكاني ولا عن دور لابيال عشان يوفر الكهرباء كويس دي نقطة مهمة قوي اللي قاعد على لابتوب اللي قاعد على الموبايل ما هو كل دي ضوء زي لد الموبايل اللي الناس كلها قاعد على الموبايل الكبير والصغير ماسك الموبايل لأ 24 ساعة نرجع بقى للأطفال اللي بتلبس بامبرز دي نقطة مهمة بقى فيه كتير قوي من الأمهات بتلاحظ مع استمرارية لتلبس البامبرز طبعا مجرد ما بتلبس الولد البامبرز بتقلعه مساء على 3-4 سنين المكان كله اللي موجود فيه البامبرز لونه بيبيض أو المكان اللي فيه بتاعت البامبرز البلاستر أو اللازق البلاستر ده مكانه بيبيض أنا عايزة أطمن كل الأمهات إن دي مرحلة وهتعدي بمجرد ما هي تفصل البامبرز منه الجلد بيرجع ياخد السبغة بتاعته تاين كويس وده بيحصل أطفال وأطفال ولا أطفال لا أه ألاحظ أنا النهاردة عايز أوجه رسالة للمجتمع للناس للناس اللي في الأسر للناس اللي في البيوت عن كيف يتعاملوا مع مشكلة مرض البهاق اللي موجودة بتبقى موجودة في ممكن ما بين كل بيت وبيت لاي حد بيصاب بهذه المشكلة طيب التوعية اللي أنا عايزة أنصح بها كل الناس كل الناس أرجوكو يا جماعة متى يعني بلاش يعني تمتعدوا قدام مريض البهاق ده بيخلي نفسيته وحشة جدا وخلينا نفترض إن ده واحد من آلتنا عشان يعني ده ما يقولك إيه لما تيجي تحكم على حد حط نفسك نفسك خلاص ولازم يبقى عندي توعية حتى للأطفال وهم قاعدين بلاش إن أنت تبعد عنه سلم عليه قاعدين يعني الصرفات دي هو بيحسنه منبوز بتلاقيه غصبا عنه بقى دبريست ومنطوي مش عايز يسلم على حد مش عايز يتفعل مع المجتمع ممكن فيه ناس من كتر للحالة النفسية بتاعتها يقعد في قضاء ويقف على نفسه يعني حرام أنا ما ينفعش إن هو يبقى عنده حاجة زي كده وأنا أزود الاسترس النفسي بتاعه لأنه هو كده ممكن ما يخيفش منه يعني ممكن أحيانا لو شخص عنده المشكلة دي وحتى حجمها صغير ممكن بسبب الضغط النفسي طبعا تظهر في أماكن تانية من الجسم تطور بقى الحالة والدنيا عنده تسوق الأسرع يا دكتورة في العلاج الحاجات اللي بتيجي تحت ضغط نفسي ولا الحاجات اللي الشخص ممكن يكون يتولد بيها في طريقة العلاج يعني أنا النهاردة اتولدت بيه مشكلة البهاق في إيدي أو في رجلية دي علاجها أسرع ولا الأسرع لو أنا النهاردة كنت مدهق شوية فلون الجلد تغير قوس اللي بيحدد سرعة الاستجابة المكان الإصابة مكان الإصابة ليه بقى؟ انت عارف أن الشعر بتاعنا الروت بتاعته فيه خلايا سابطية خلاص وفيه خلايا جزائية السبغة اللي موجودة في الشعر لو فيه مكان اتصاب ببهاء ببهاء يعني مفيش سبغة لكن لو اتصاب في مكان قريب من الشعر الشعر بيدي سبحان الله سبغة للمكان اللي موجود فده بيتومني ان انا اقدر اقول مثلا ايه لو هو مثلا هنا هو راجل لأ ابقى متبشرة خائرا ان هو عاي يستجيب وبسرعة فاهم ما انا عايزة اقولك ايه؟ لما بتكون حتة مثلا اكتر حتة الاستجابة فيها مش حلوة حاولين البقف والاكرى الاري اللي هي حاولين الاصرع هي بتكون الاستجابة فيها ضعيفة لاني ما فيهاش بوصيلات للشعر خالص طيب ايه الاماكن اللي موجودة يعني فيه اماكن ناس بيبقى بغطنها في رجلها في ايديها في اماكن حساسة في الجسم هل دي بيستجابة فيها بكون كويسة ولا لأ؟ بص ده لي عوامل كتير حال نفسية بتاعتنا العيان نفس الحالة نفسها هي حالة اكتف ولا حالة ستيبل يعني هل هي بتوسع ولا هي سابتة لو بتوسع احنا قلنا هيبقى لنا لاين تاني في العلاج لو ستيبل هأبجريد العلاج بتاعي بحيث ان انا ادخله جلسات نارو باند ما اقدرش ماديا مثلا على الاجزايمر ليزر يعني يا نارو باند يا اجزايمر ليزر مع شوية كريمات وكريمات حمام الشمس خيس دكتورة شريم احنا تقريبا وقت حلقتنا بينتهي ولكني كنت محمل بسؤال الناس في فصل الصيف ولاد وبنات بيبقى عندهم مشاكل في العناية بالبشرة خاصة الناس اللي بتنزل تشتغل اللي بتنزل مش عارفة ده بالنسبة للبشرة مشاكل الشعر كمان للناس البنات تحديدا تلبس حاجة على شعرها وقت طويل فيبدأ تحس ان شعرها حصل له مشكلة النصائح اللي نوجهها اللي ده وده في نهاية هذه الفكرة بالنسبة للشعر للشعر والبشرة طيب نتكلم الأول عن الشعر من الشعر الأول لأنه مهم جدا بالنسبة بالنسبة للشعر أولا لازم أنا أعرف نوع شعري إيه هل هو دهني ولا جاف ولا عادي خلاص دي نقطة نقطة تانية أنا لازم ألاحظ وأنا بتعامل مع شعري ها وهو فيه بيسقط لا لا بيسقط يعني فيه شعر بيقع ولا لا خلاص لازم أبقى فهمة أن فيه حاجة معدل سقود طبيعي للشعر مش كل شوية أعمل كده وبقى مغدودة وأصرح هو مرفوض بين 100 إلى 150 شعرية ده المعدل الطبيعي أنا كواحدة أنا بتعامل مع شعري ببقى عارف يعني الحجم ده طبيعي ده كتير ده قليل أول ما بيحصل كده على طول بروح للطبيب بتاعي بيقلب سورة دم كاملة وشوية سيرام آيرون سيرام فريتين يعني قصص كده مختلفة خلاص ده لو هو سقود طبيعي للشعر سقود طبيعي بالمعدل الطبيعي ده بعد فيه حاجات بقى تانية يعني مثلا فيه ناس مثلا بتبقى بعد عملية بعد كيماوي كل ده بيبقى فيه سقوط للشعر بس ده بيبقى ليه روتيتين ده دي قصتين خلاص يبقى كمان لازم أعرف أتعامل مع شعري ازاي بمعنى أولا لازم يبقى فيه أناقي نوع الشامبو المناسب ويكون فري سالفيت ولورايل سالفيت ده دي نقطة مهمة لازم بدور في الانجريديينت موجودة في كل الشامبو موجودة ماشي سالفيت فري ماشي أوكي لازم يبقى عندي بلسة أحطه على طروف الشعر وشامبو أحطه على فروط الرأس كويس وبعدين لازم أصرح بعد من تحت الفوق ويكون الشعر منادي مش مبلول ولا ناشف كويس منادي دي بقى حاجات طبيعية قوي وانا بصرح أروح مش تخشب أو فرشة خشب أجيب الشعر قدام صحيح الفرشة الخشب دي طبعا عشان أنا كده بجري الدورة دموية دي حاجات وفري نورمال للشعر كويس ده بالنسبة للشعر بالنسبة للحفاظ علاء البشرة في فصل أصير أولا لازم يبقى عندي روتين معين لو أنا بنت أنا هكلمها ستاك يا ستاك دايما بتهتم ببشرتي أكثر من الرجل ولو إني في رجالة يعني بتهتم برضو خلينا نتكلم أولا أولا لازم أعرف طبيعة بشرتي إيه تهنية ولا جفة ولا مركب كويس لازم يبقى لي صابون معين لبشرتي أو كلينزر معين على حسب نوال بشر كويس خلاص لو بشرتي فيها بصور أعمل تنظيف بشر كل فترة لو فيها حب شباب أتوجه للعلاج على طول خلاص لازم كريم شامس قبل ما أخرج بربع ساعة وقرره بعد ساعتين ده الروتين دي بالليل بقى بيبقى فيه حاجة اسمها نايت كريم النايت كريم ده بيبقى فيه مواد معينة بتفتح وفي نفس الوقت بتحافظ على البشرة وبتديها نظارة وبشكلها كويس بتحافظ عليها متاجعي يبقى ده حاجة سمبل حاجة بسيطة وروتين سهل الناس لألتزمت بيها تحافظ على بشرتها بدون أي مشاكل دكتورة شارين وفقة شارئة الجلدية والتجميل والليزة بمستشفى الحوض المرسود أنا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معكم شكرا حضرت وشكرا في كل مكان قبل ما اختم حلقة النهاردة عايزة أقول لكم واللي دايما بأكد عليه وبقرره دايما أنه التشخيص المبكر لأي مرض في الدنيا بيخلي طريقة العلاج بتاعته سهلة وبسيطة وكمان وقتها قليل التشخيص المتأخر والاعتماد على الاستفسارات والأسئلة واستخدام أدوية يعني في بعض الأحيان عن تجارب الآخرين ما بيكونش أفضل حاجة لأن كل واحد فينا المشكلة لما بيكون عنده أو المرض لما بيكون عنده بيكون مختلف عن الشخص التاني والبرتوكول العلاجي مختلف عن كل شخص والتاني على حسب الإصابة وتفاصيل الشخص والهيستوري هيلسي أو التاريخ المرضي لكل شخص التزموا بفكرة المتابعة الدورية مع الطبيب خاصة في المشكلات الممكن أن هي تتفاقم أو أن هي ممكن تزيد زي مشاكل الجلدية مشاكل الأسنان مشاكل العض دي من الحاجات اللي هي التأخير فيها وعدم الاهتمام بيها بشكل دوري بيوديك في حتة أنت في غنى عنها وفي النهاية برضو هتروح بس أنا مش عايزك تروح وإنت صحتك متدهورة وحالتك مش قادر أن أنت تتحمل أكتر من كده وده يفكرني في بعض الحاجات كده كنت بشوفها عند أطباق الجلدية تيجي تلاقي عروسها هتتجوز بعد شهر وتقول لي بص يا دكتور أنا بصي عايزة بشريتي وشعري وأزيل فل ما ينفعش أنت لو هتميتي بنظام للحفاظ على بشريتك وشعرك وجلدك وصحتك مش هتحتاج أن أنت تزنوي نفسك في وقته قليل والعلاج لازم ياخد الدورة العلاجية الكاملة إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات قادمة أخرى من حلقات برنامج روشيتة والحد ما شوفكم مرة تانية لكم مني كل التحية والتخدير أنا خالد صار سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة